سنبني مصر القوية وسنبني مصر العزيزة ولهذا قد وقعت اليوم ووافقت الحكومة على القانون الاتي مادة واحد تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية كان يوم من أنجد أيام التاريخ المصري على الإطلاق دلوقت أنا ممكن أفهم لكن لو كنت قريت الصحب في أوروبا في الوقت دا كنت بتقول إيه كنت هتلاقي صورة مختلفة تماما أنا درست المرحلة دي دراسة كافية مش لإن دا كان من صميم عملي فيما بعد لكن على المستوى الشخصي كنت عاوزة أعرف إيه موقفنا من العالم وإيه كان موقف العالم مننا كانت الصورة مختلفة تماما الشعب المصري حفر قناة السويس بالسخرة ألاف مؤلفة من الشباب المصري ماتوا من الجوع والعطش والإرهاق وتحت جبال الرمال والأتربة بأعجاز فعلاً بأعجاز خديوي مصر باع حصة مصر من أسهم قناة السويس بأبخس الأتمان لتسديد ديون بزخه كانت قناة السويس رمز صارخ للنهب المنظم لصروات الشعب المصري وكانت شركة قناة السويس دولة داخل دولة وكان رئيس الشركة الأجنبي ملك غير متول على قطع الأرض مصر دخل قناة السويس بملايين الدولارات ما كانتش مصر بتحصل منه إلا على نسبة ضئيلة للغاية وكانت تجربة مصدق في تأميم بترول إيران ماثلة أمام أذهان كل اللي تلقوا الخبر أو استمعوا لخطاب عبد الناصر اللي قالها بالشعور الوطني مش في مصر بس ولا في الأمة العربية فقط وإنما في جميع دول العالم المستضعفة